الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكلمنا عن التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ثم التفسير في عصر التابعين وتبين من خلال العرض السابق بأن التفسير في هذين العهدين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وفي عهد التابعين كان قائما على التلقي والمشافهة فكانوا يروي التلاميذ التفسير عن شيوخهم ويتلقونه عنهم هذا هو الأصل وإن كان هذا لا يعني عدم وجود الكتابة فقد يكون هناك كتابة وتسجيل لكنه بشكل قليل ويقوم به بعض التابعين لنفسه حيث يكتب التفسير ويقيد حتى لا يضيعه وكذلك بعض التابعين أو أتباع التابعين كان له تفسير وأول من عرف بأن له تفسير كامل للقرآن الكريم هو مقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 150 فهو يعتبر في جيل التابعين أو أتباع التابعين فله تفسير وهو مطبوع وموجود الآن وهو تفسير كامل لكن الغالب على هذين العهدين أن التفسير كان قائما على التلقي والمشافهة ولذلك سنتكلم الآن عن مرحلة من مراحل التفسير ومن مراحل تطور التفسير وهي التفسير في عصر التدوين أو في عصور التدوين تكلم المؤلف عن هذه المرحلة فقال بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية وأوائل عهد العباسيين وحضي الحديث بالنصيب الأول في ذلك تدوين عموما وشمل تدوين الحديث أبوابا متنوعة يعني كانت الكتب المدونة هي كتب الحديث في البداية مثل موطى الإمام مالك وكان من أول ما كتب ثم جاءت الكتب المعروفة كتب السنة المعروفة البخاري ومسلم وغيرها إضافة إلى بعض الكتب التي ألفت قبل أصلا لكن ألف الحديث في البداية وكان من ضمن الحديث أبواب متنوعة ومنها في التفسير يقول المؤلف فلم يفرد له تأليف خاص يفسر قرآن سورة سورة وآية آية من مبدأه إلى منتهاه ثم قال واشتدت عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين مع عنايتهم بجمع الحديث وفي مقدمة هؤلاء يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 117 من الهجرة وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 ووقيع بن الجراح المتوفى 197 وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة 205 وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 211 من الهجرة وهو الصنعاني وآدم بن أبي إياس المتوفى سنة 220 وعبد بن حميد المتوفى سنة 240 من الهجرة هؤلاء كانوا يجمعون ما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير وبعضهم كان له تفسير كعبد الرزاق الصنعاني له تفسير تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد له تفسير وهناك أيضا تفسير أو بعض الكتب التي بيّنت القرآن من جهة طبعا ذكرنا بأن قبل هؤلاء أو أكثرهم قبلهم مقاتل بن سليمان فقد كتب التفسير تفسير القرآن كاملا هذا يعني كان بداية التدوين في التفسير ثم يقول ولم يصل إلينا من تفسيرهم شيء وإنما روية ما نقل مسندا إليهم في كتب التفسير بالمأثرة جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأليف وجعله قائما علما قائما بنفسه منفصلا عن الحديث ففسر القرآن حسب الترتيب المصحف وذلك كابن ماجه في سنة 273 وابن جرير الطبري طبعا هؤلاء متأخرون قبلهم ألفت بعض الأمور المتعلقة بالتفسير مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى وكان في مفردات القرآن أو في تفسير القرآن يعني المراد بالمجاز هنا ما يفسر به القرآن أو ما يفسر به غريب القرآن أو ما في القرآن من مفردات وألفاظ وهو متوفى سنة 210 وكذلك الفراء في معاني القرآن وإن كان يركز على المعاني اللغوية لكنه أيضا ألف تفسير قبل هؤلاء ثم جاء هؤلاء واشتهروا خاصة بن جرير الطبري المتوفى سنة 213 من الهجرة 2310 عفوا 310 وهو شيخ المفسرين كما سيأتي إن شاء الله وأبو بكر بن المنذر المتوفى سنة 213 له تفسير طبيع بعضه وأبن أبي حاتم المتوفى سنة 327 من الهجرة وله تفسير القرآن العظيم وهو مطبوع تفسير مسنت بالأسانيد وغيرهم ممن ذكر المؤلف أبو بكر بن مردوي المتوفى 410 هؤلاء له تفسيرا مستقلا قائما بذاته يعني ليس جزءا من علم آخر قال وتفسير هؤلاء مروية بالإسنات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة والتابعين فكانوا يروون التفسير بالأسانيد إلى القائلين بالتفسير ثم قال إلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مع الترجيح أحيانا فيما يروى من أراء واستنباط بعض الأحكام والإعراب عند الحاجة كما فعل ابن جرير الطبري قال ثم جاء على إثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يجاوزوا حدود التفسير بالمأثور ولكنهم اختصروا الأسانيد يعني حذفوا الأسانيد وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائلها وبهذا التبس الأمر ولم يتميز الصحيح من السقيم لأن الأسانيد نستطيع من خلالها معرفة صحة القول وضعفه من خلال الإسناد ومن أسند لك فقد حم لك أو قد بيّن لك يعني مدى قوة هذا القول لأن الإسناد موجود لكن المشكلة إذا حذف الإسناد وعزي القول إلى القائل الأول أو نسب وذكر في التفسير من غير أن يذكر القائل فيقع هنا خلل وإشكال ذكر المؤلف أن العلوم التسعت وتم تدوينها وتشعبت فروعها وكثر الإختلاف وأثيرت مسائل الكلام وأثيرت مسائل الكلام ولهذا السبب ظهر التعصب المذهبي واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم النقلية وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها فأصابت تفسير في هذا الجو أو من هذا الجو غباره وأصبح المفسرون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم الشخصي ويتجهون اتجاهات متعددة وتحكمت فيهم الإصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية يعني باختصار بدأ الانحراف في التفسير وبدأ التفسير يأخذ منحى التعصب أو الميل إلى اتجاهات معينة حسب رأي كل مفسر وحسب عقيدة كل مفسر كما سيأتي بيانه في أقسام التفسير من حيث الاتجاهات قال وهتم كل واحد من المفسرين بحشوه يعني بحشو التفسير بما برز فيه من العلوم الأخرى فصاحب العلوم العقلية يعنى في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة كالفخر الرازي في تفسير مفاتيح الغيب وصاحب الفقه يعنى بالفروع الفقهية كالجصاص والقرطبي وصاحب التاريخ يعنى بالقصص والأخبار كالثعلبي والخازن وصاحب البدعة يؤول كلام الله على مذهبه الفاسد كالرماني والجباء وهؤلاء من المعتزلة والقاضي عبدالجبار والزمخشري كذلك من المعتزلة وملا محسن الكاشي من الإمامية الاثنى عشرية الاثنى عشرية وصاحب التصوف يستخرج المعاني الإشارية كابن عربي ابن عربي المبتدع الضال ليس ابن العربي صاحب الأحكام وإنما ابن عربي صاحب الفصوص وهو من أهل الحلول والاتحاد من الخارجين أصحاب الفرق الخارج عن الإسلام هذا مع علوم النحو والصرف والبلاغة ثم قال هكذا أصبحت كتب التفسير تحمل في طياتها الغثة والثمين والنافعة والضار أو الغثة والثمين والنافعة والضار والصالحة والفاسد وحمل كل مفسر آيات القرآن ما لا تحتمله انتصارا لمذهبه وردا على خصومه وفقد التفسير وظيفته الأساسية في الهداية والإرشاد ومعرفة أحكام الدين يعني في الغالب هذا ليس يعني أن كل المفسرين خرجوا عن هدف التفسير وإنما انتشر هذا وصار كثير من كتب التفسير تخرج عن التفسير إلى العلوم الأخرى ثم قال وبذلك طغت تفسير بالرأي على التفسير بالأثر وتدرج التفسير في العصور المتتابعة على هذا النمط بنقل المتأخر عن المتقدم مع الاختصار تارة والتعليق أخرى حتى ظهرت أنماط جديدة في التفسير المعاصر حيث عني بعض المفسرين بحاجات العصر وتناولوا في تفسيرهم الكشفة عما تضمنه القرآن الكريم من أسس الحياة الاجتماعية ومبادئ التشريع ونظريات العلوم كتفسير الجواهر لطنطاوي جوهري وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا والظلال لسيد قطب هؤلاء فسروا القرآن بما يعني دعت الحاجة إليه في هذه العصور فركز طنطاوي في كتابه الجواهر على الأمور والاكتشافات العلمية وكتابه يعني مبالغ في ذكر المسائل كأنه كتاب علوم ويذكر الصور وصور الفلاك وصور الأشياء ويذكر الاكتشافات ويبالغ وفيه أغلاط كثيرة ومخالفات كثيرة تفسير المنار لتفسير القرآن الحكيم الذي ألفه محمد عبده محمد رشيد رضا حقيقة من أكثر التفسير قوة وتأثيرا في الواقع لأنها تفسير إصلاحية عنية أصحابها بالإصلاح من خلال القرآن الكريم والظلال في ظلال القرآن لسيد قطب يعتبر من أشهر التفسير ومن أكثرها تأثيرا واهتماما خاصة بما يتعلق بالدعوة ومواجهة ما أسماه بالجاهلية والانحرافات التي يعني غريقت فيها الأمة فأراد بتفسيره هذا أن يشتهد في هداية الناس بهذا القرآن الكريم طبعا هذه التفسير في القرن الرابع عشر في القرن الماضي يمكن أن يقال بعد هذا أن التدوين أن التدوين التفسير مر بالمراحل أولا دون التفسير في كتب أخرى وخاصة كتب الحديث ثم بدأ يدون وحده سواء ما يتعلق بالتفسير أو ما يتعلق بغريب القرآن أو ما يتعلق بمعاني القرآن في القرن الثالث من الهجرة مجاز القرآن لأبي عبيد القاسم السلام معاني القرآن للفراء غريب القرآن لابن قتيبة أيضا في القرن الثالث كل هؤلاء في القرن الثالث ألفوا في القرآن والتفسير ثم جاء القرن الرابع وفيه جاء تفسير ابن جرير الطبري الإمام شيخ المفسرين الذي هو جامع البيان عن تأويل آية القرآن وسيأتي التعريف به وكذلك تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن المنذر هذه التفسير كانت في القرن الرابع كانت هذه الكتب تعنا بذكر الأقوال بأسانيدها التي هي تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر ثم انتقل التفسير إلى مرحلة حذف الأسانيد تفسير البغوي ويذكر الأسانيد أحيانا لكنه يحذفها في كثير من الأحوال تفسير البغوي معالم التنزيل ثم بدأ التفسير ينحى منحى التخصص في العلوم الأخرى أو يغلب عليه الجوانب الأخرى فمثلا الفخر الرازي ألف تفسيره وأدخل فيه المسائل الكلامية والكثير من الأمور الفلسفية والعلوم المتعلقة بالفلك لأنه كان بارعا في هذا فخرج في كتابي هذا عن التفسير عن الاقتصار على التفسير وأدخل فيه أشياء كثيرة فيه انحرافات وفيه أخطاء وبعضهم اهتم باللغة العربية وأدخل اللغة في التفسير خاصة النحو واللغة وبعضهم الجوانب الفقهية كما سيأتي ان شاء الله عند الحديث عن التفسير الفقهي المهم بدأ ينحى التفسير منحى التخصص في علوم أخرى أو يغلب عليه بعض العلوم الأخرى ثم جاء القرن المتأخر القرن الرابع عشر والقرن الماضي وألفت فيه كتب حقيقة بأنه من الكتب المهمة وهي الكتب الثلاثة التي ذكرها المؤلف إضافة إلى كتاب أضواء البيان للشنقيطي وكتاب التحرير والتنوير للطالب العشور وهذا ما سنعرف به ان شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله التوفيق للجميع والله أعلم صلى الله على نبينا محمد